تغذية ، نظام التغذية طبعاً ما أتكلمش كتغذية كتريشن أستاذنا الدكتور سيد شهلاش هيتكلم عن هذا الموضوع عندك معدلتين هم معادلة الأولانية إذا كيف حصل كفاية التحويل الغذائي وأنا ماشي كده في العنبر 1 زائد 16 من الف في العمر بليوم ودي كفاية التحويل الغذائي القياسي اللي هي بتاع الكتالوج بتاع الدليل بتاع السلالة أو كفاية التحويل الغذائية هاتسوا 1 زائد 200 في العمر بليوم ده تديني كفاية التحويل الغذائي وكتاكيت رضيئة وطبعا العلف النهاردة احنا عارفين تكلفته بالنسبة لنا بتصل 60% ل 65% في اليومين اللي احنا فيهم دول قد تصل الى 70% او اكتر نظام العلف الاتوماتيك اللي موجود عندك جوه العنبر او نظام العلف اليدوي الاساسي اللي موجود جوه العنبر اللي هيشتغل بعد اطباق العلف ده موجود على الفرشة من عمر يوم ماينفعش فيه ناس كتير بترفع نظام العلف لمدة يومين ثلاثة وبعد كده يبدأ ينزله لا ده من عمر يوم لازم يكون موجود ولازم يكون فيه علف علشان تبدأ تتعود عليه الكتاكيت ابتداء من عمر يوم زمان كنا بنستقبل الكتاكيت على اطباق العلف يدوب بس او في بعض الناس كانت بتصوم اول 6 ساعات ويديله مية ده زمان بعد كده بدأنا نقول من 10 سنين لازم نستقبل الكتاكيت على 25% من مساحة منطقة التحضين على ورق الكرتون واهمية ورق الكرتون يا جماعة مش ان انا بزود مساحة العلف وبس لا بصوت اللي ببدأ يعمله من اصابع واذافر الكتاكيت ومن ار الكتاكيت هو ده مهم جدا في انه هو يجزب الكتاكيت لها على منطقة العلف لسرعة التغذية من 5 سنين بدأنا نقول منطقة التحضين 50% من مساحة العلف النهاردة بنقول عاوزين منطقة التحضين تبقى من 75% ل100% علف لسرعة التغذية وسرعة استهلاك المية تعملها بأي شكل ورق الكرتون ده عاملها بورق جرايد ده جايبين رولات وابدأ افرغ الكتاكيت هو خلي بالك انا اقولك الوقت كمية العلف اللي هنحطها ده ايه نفرغ الكتاكيت على ورق الكرتون ده يبدأ يشجعها في الاستهلاك لو في البطاريات برضو في البطاريات لازم احط ورق كرتون واحط كمية العلف شايف كمية العلف وليلا جدا 20-30 جرام بيتم مناصرهم يخلصوا نبدأ نحط مكانهم علشان ما يحصلش ايه تلوث افرغ في القفاص بتاعتي طيب ده دراسة بسيطة اوي كاب عملها حطت لمجموعة من الكتاكيت 35 جرام علف ومجموعة تانية حطتطلعها 70 جرام علف وبدأت تشوف لأوا انهم مكلوا من ورق الكرتون 30 جرام وهضروا خمسة ده المجموعة الاولانية وكلت من اطباق العلف 30 يبقى اجمال اللي اكلته كان 60 جرام طب هي ذالت في الوزن قدي ايه 60 جرام طب تعال بقى شوف الكتاكيت اللي اكلت اللي كان ما حطتطلعها 70 اكلت 60 جرام من اطباق العلف هضرت عشرة وكلت 25 جرام من اين من اطباق العلف يبقى اكلت 85 جرام زادت قبلهم كام 85 جرام في الوزن يبقى انا خدت 25 جرام زيادة في الوزن حصل عندي تحسن في النمو بمعدل 40% طيب انا كل الـ 160 جرام اللي انا بحققها عند وزن 7 اتيام دي مهمة جدا فيما فوق طبعا لازم ده الحد الابنة بتاعي وزن الجسم عمر يوم او وزن الكتاكيت عمر يوم في 4 و 6 من 10 الى 5 ده يديني وزن الكتاكوت عنده عمر 7 اتيام كل 10 جرام او كل جرام حاصل عندي زيادة في 7 اتيام تحسن في وزن الجسم يديني تحسن بمعدل 1 و 4 من 10 في المية في معدل النمو ويديني 1 في المية تحسن في كفاءة التحويل الغذائي طبعا بحط كمية عذف قد ايه في 72 ساعة اللي احنا عاوزين فيهم ورق الكرتون داخل العنبر عاوزين من 40 لـ 50 جرام للطائر بيتوزعه على خلال التانتية شوف الراجل ده حاطة كمية بسيطة وكمية ظريفة جدا وكمية ليلة يتم استلكها ده راح جاب العلف النامي البادي كله وامحطه على ورق الكرتون 7-8 ساعات العلف ده بيتم تلووسه بالزرق بيتم تلووسه بالنشارة وبالتالي بيصبح ملوص بقى العلف تتوزع توزيع كويس جدا لازم يحصل سرعة في استهلاك العلف فأول ما نسكن الكاتاكيت بتاعتنا حجم العلف والنوع بتاعه لازم ارقبه بدقة ماينفعش اشوف يا جماعة بعد اذنكم المنظر ده جوالعناد يعني ينفع النهاردة كمية العلف المهضرة داخل العنبر في علف بسبعة جنيه تب كافية تحويل الغذائي هتبع عاملة ازاي تب شايف كم من نموات الفطرية اللي موجودة على هذا العلف والتلووس اللي موجود فيه والرطوبة اللي زادت فيه وبالتالي هيبدأ تلتقط منه وبالتالي تبدأ تعمل لي مشاكل كوليستراليا مشاكل كوكسيديا مشاكل سمو فطرية تب تعالى هنا السايلو شايف كمية العلف المتهضرة دي راحت عليا هحسبها على كفاة تحويل الغذائي طيب المشكلة الاكبر حمام عصفير يبقى انا بعرض نفسي يبقى انا بعرض نفسي لمخاطر صحية ممكن تواجهني المياه والمشاكل اللي فيها فقد 10% من مية الجسم بيؤدي لانخفاض جفاف ضعيف فرزة بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حي يعني لو قعدنا نقول مليون محاضرة طيب لو الطائر فقط 20% من مية الجسمه يموت طيب لو فقط كل دهن الجسم و40% من بروتين الجسم يقدر يحافظ على حياته بدليل الناس اللي بتعمل قلش للبياض وللأمهات بنقانل وزني 30% صيام كامل لمدة 10 تيام و12 يوم طب مين فينا بيشوف درجة حرارة المية اللي بيستقبل عليها الكتاكيد احنا معتمدين على ان احنا بندخل البرميل اللي احنا بنسق منه قبل ما الكتاكيد تيجي بساعة لا ده لازم درجة حرارة المية بتاع الاستقبال دي 26-27 درجة مئوي طب الراجل اللي حطت خزان المية فوق العنابر في الشتاء ودرجة الحرارة فوق 4 و 5 درجة مئوي درجة حرارة درجة حرارة المية 5 درجة مئوي وقفة اقل دي مية بردة تبدأ الكتاكيد تستهلك اقل او الطيور بصفة عامة افضل درجة حرارة لمية الشرب من 14-21 درجة وفي الصف وفي الشت اعلى من 30 دمية دافية تبدأ الاستهلاكي قلي لو وصلت درجة حرارة مية الشرب الـ 44 تتوقف الطيور عن شرب الايه عن شرب المية لازم يبقى تضفق سهل وبسيط وبالذات خلال في النبل خلال الأسبوع الأول مين بيقدر فينا كمية المية اللي بتتضفق من النبل في الأسبوع الأول لازم معاملة لتضفق المية بـ 40 سنت في دقيقة يعني كمية المية اللي بتنزل من النبل ده في خلال 60 ثانية في خلال الدقيقة لازم تكون 40 سنت مية علشان هو يعرف يشرب كويس والارتفاع بتاعها ده هنشوفه ان شاء الله في الأسبوع الجاي مع بعض الأسبوع الثاني تبقى 50 سنتي وهكذا لحد من الأسبوع الخامس فيما فوق بيكون من 90 لـ 100 سنتي معاملة لتضفق المية علشان يعرف يشرب لان خلي بالك احنا بالنسبة لنا كبن قدمين نقدر نشرب وإحنا مطيين لان اللي بيساعد على مرور المية أو البلعة الغذائية مية المية بلعة غذائية اللي بيساعد على مرورها ايه العضلات بتاعتنا اللي موجودة حوالين المريء طب الطيور ما عندهاش عضلات موجودة حوالين المريء لذلك لو وط شرب يوط يشرب ويرفع رأسه الفوق عشان ينزل المية في الحوصلة ايه في الحوصلة بتاعتها لازم يكون في ورق كرتون أسفل خطوط المية لازم استخدم مسائي يدوي مقلوبة وبالذات الناس اللي عندها نبل في بعض الناس يقولك لا انا مش هستخدم مسائي يدوي مع النبل وبيعتمل على الكبس لازم مسائي يدوي مهمة جدا دي دراسة لسه معمولة في نهاية 2019 بيوضح لنا ما بين عنبرين عنبر فيه ورق كرتون تحت خطوط النبل وعنبر تاني مفيش ورق كرتون تحت خطوط النبل تعال شوف الكاتاكيت اول ما نزلت العنبر شوف العنبر اللي فيه ورق كرتون ايه اللي حصل الكاتاكيت معظمها بقى موجود فين تحت خط المية طب الكاتاكيت اللي مفيش ورق كرتون تحت النبل منتشرة لسه في العنبر بالايه بالكامل امتى تبدأ تتجمع بعد 4 ساعات الكاتاكيت اللي دخل على عنبر فيه ورق كرتون تحت خط المية من اول دقيقة فيه استهلاك لما تشرب وبيكون استهلاك المية بتاعها اربع اضعاف استهلاك المية للكاتاكيت اللي مفيش ورق كرتون اسفل خط النبل خاصة ارتفاع الخطوط بتاع المية فالخطوط بتاع المية وانت بترفعه سواء كان نبل او مسائي رأي ان عندك من 5-10% من الكاتاكيت بتاعتك او من القطيع بتاعك حجمه اقل وبالتالي لازم تبقى عامل حسابه هو يقدر يطول المية بتاعتنا نظافة نظام الشرب انا واحد عن نفسي ليه كلمة اذا احنا قابلنا نشرب من المية البيضة اللي ما عليهاش اي اضافات من المسأة يبقى المية دي صالحة للقطيع بتاعي لو ارفنا نشرب منها يبقى غير صالحة للقطيع بتاعي للشرب ماينفعش افتح خطوط المية تطلع كم هذا التلوث وطبعا دكتور رشيف مبارك تتكلم عن هذا الموضوع بالاستفادة شوف بقى شوف كم المايكروبات اللي موجودة في بداية الخط ونهاية الخط بتاع المية لو انت عندك نبل او اللي انت عندك مسائي اوتوماتيك شوف بتوصل لدي يا جماعة مليار وسبعمائة مليون خلية مايكروبية كوليفورم يعني رقم رهيب في نهاية الخط تبا نعمل ايه يبقى انا معاود نفسي مرتين تلاتة في اليوم على الاقل لنهاية الخط افتح نهاية الخط بتاعي اخد منه خمسة ستة لتر مية اقل للمحتوى المايكروبي او وايضا ان انا اضيف مطهرات في المال